خلينا نتفق ومنطقة صراحة هي مباراة يمكن تكون أصعب فرقة ممكن تواجهها على مستوى القرى الأفريقية مع كامل الاحترام للكبار تراجي أو رجاء أو وداد لكن في النهاية سانداونس كفريق كورة أو حتى من ناحية القيمة التسويقية أو من ناحية شخصية الفريق واحد من أصعب الفرقة اللي ممكن تقابلها على ملعبك أو بره ملعبك عشان كده هي مباراة بشوف أنها تلعب على التفاصيل مباراة من نوعية المطشوات اللي تحتاج من لعبتنا التركيز على مدار التسعين دقيقة لا مجال للهفوات سواء دفاعيا أو لا مجال للهفوات في التخليص من نص فرصة هجوميا ويا سلام لو ابتدينا بسيناريو هدف مبكر هيسهل علينا ويفتح لنا الجيم بشكل كبير جدا لكن خلينا نقرأ سانداونس وتحديدا من خلال مشاركته الأفريقية فريق لعب مباراتين واحدة في ملعبه أمام القطن الكاميروني واحدة خارج ملعبه مع الهلال السوداني وتمكن من تحقيق العلامة الكاملة والفوز على الفرقتين خلينا نسمع بقى ونقرأ سانداونس مع المحلل المتميز أحمد مصطفى ضيفنا النهاردة في أسادسة بسأخير يا بحمد نور يا أحمد دائما مبسوط أنا معاك وإن شاء الله نتمنى نفرح نور الدنيا بسأله وإحنا قبل الهواء على طول قبل ما نتلع بقوله أحمد مطشو النهاردة صعب قال لي جدا جدا ليه أو شايف ليه تحديدا أوجه صعوبة مبارات النهاردة رغم أنها على أرضنا يا أحمد أولا فريق سانداونس فريق قوي جدا منظم فريق عنده حلول كتيرة جدا وأعتقد أن صعوبة سانداونس أنه هو دايما القوامة بتغيرش دايما أدي الحدود بتحارف القوامة بتاعه تاني حاجة صعوبة المبارات في أن مبارات الهلل السوداني بتاعة الإنبارح لما كسب فصعب المبارات أكتر طبعا فكل ده خلى المبارات بقت صعبة جدا وابقى شاول أن يعني ان شاء الله الناد الأهلي هيكسب ما فيش بديل لغي على الفوز وأنا دايما بقول أن مبارات الأهلي مع سانداونس هي بتبقى مبارات تتويج الناد الأهلي بدورة بطلق فريق الناد الأهلي لو قدر يكسب النهاردة أنا شايف وزي ما انتكلمت أن سانداونس أقوى فريق بعد الناد الأهلي في بدورة بطلق فريق صحيح حتى من ناحية القيمة التسويقية اعتقدوا تاني فريق القرأ بعد الأهلي بس خلينا برضو نوضح للناس أنه لقدر الله لقدر الله حتى لو انتهت مبارات النهاردة بنتيجة غير الفوز ده مش معناها أن فرصة الأهلي في التأهل عن المجموعة دي انتهت حسبيا ورقميا هتكون الفرصة ما زالت قائمة لكن هتصعب علينا الأربع مواجهات المتبقية مضبوط يا أحمد مضبوط طبعا طيب شفت إزاي شكل سانداونس السندي وإيه الاختلاف بين نسخة اللي هنقابلها النهاردة عن النسخ اللي واجهتنا قبل كده بقت مواجهة كل سيزن مكتوب علينا سانداونس سواء في الأدوار النوكاوت أو في أدوار دور المجموعات بص يا أحمد هو سانداونس تقريبا من أيام موسيماني هي المدرسة واحدة حتى المدرب اللي مسك بعد موسيماني هو المساعد بتاع موسيماني المدرب دلوقتي حاليا المكوينة هو المساعد اللي كان مساعد موسيماني فالمدرسة وطريقة اللعب واحدة هم بيعتمد على اللعب القصير وبيعتمد دايما على نعيب كورة أغلب الفرقة بيعتمد دايما على الاستحواز والاختراك بالعمق فهما سانداونس عكس طبعا مؤتمر حتى المدير الفاني دايما نفس طريقة موسيماني لما أتكلم وقال لك احنا الموسيم ده والسنة دي أقل من الموسيم اللي فات أو السنين اللي فات طريقة موسيماني في أنه بنيم النادي الأهلي المنافس نفس الطريقة التمويه في التصريحات فطبعا ندي الأهلي خلاص بأفهم الكلام ده خلاص نحن تعودنا خلاص على تصريحات المدربين هما نفس المدرسة فأعتقد أن سانداونس يعني السنة دي بالذات اتعاقدوا مع لاعب تشيلي اسمه مارسيلو أليندي لعيب بيلعب رقم 8 لعيب مميز جدا هما بيحبوا المدرسة اللاتينية وهي قريبة منهم طريقة الكرة اللي بيلعبوها كمان قريبة من ده سرينه طبعا سرينه وده سرينه يعني عايزين نقول أنه هو يعني فيه كلام أنه هو بنسبة كبيرة هيرحل من النادي سانداونس فبرضو هما بأدراسة المدرسة اللاتينية اللايق على طريقة لعبوها اللعب القصير واللعب اللي فيه مهارة فأعتقد مساحات الخطوط قريبة قوي من بعض الفرق كلها بتتحرك كتلة واحدة دفاعا وهجوما وده يبتبع محتاجة لعيبة عندها كرة عالية جدا فأعتقد سانداونس الموسم ده أنا شايفه من أقوى الموسم اللي فاتت عكس كلام المدير الفني في المؤتمر الصحف والمعلومات اللي عندنا أنه على مستوى المركاتو قبل الموسم الموسم الحالي في أفريقيا على مستوى القارة أفريقيا مش جنوب أفريقيا مستوى القارة كلها وده بين كمان حتى في كما التصوية هما بعد النادي الأهلي فبين هما الطموح بتاعهم أو حتى الهدف بتاعهم كبير جدا هما بيلعبوا دايما على دارة أفريقيا بس سلسوق حظهم اللي هما دايما بيقعوا قدام النادي الأهلي هي الفلوس لا تصنع البطولات هي واحدة من العنصر المهمة جدا لكن مش بس هي طبعا السبب الرئيسي وبكنت بشوف أنه سان داونز لو عنده شخصية البطل وعنده الروح اللي موجودة عند النادي الأهلي وتيشرت النادي الأهلي كانت بقت أرقامه على مستوى الإنجازات في أفريقيا أعلى بكتير جدا من الوحل مضبوط عشان كده أنا براهن النهاردة شخصية النادي الأهلي هي اللي تتفوق عن النادي سان داونز إيه اللي تراهن عليه في شكل الأهلي نهاردة تراهن على طريقة لعب ولا تراهن على التشكيل وعناصر معينة أو تراهن على أراهن على شخصية البطل اللي موجودة في نادي الأهلي دايما أنا براهن نادي الأهلي في المبارات الكبيرة بتظهر شخصيته برغم أن ممكن تلاقي نادي الأهلي حتى في أسوأ حالاته بتلاقي نادي الأهلي بيظهر في المبارات الكبيرة تلاقيه بيظهر شخصية نادي الأهلي بتتحكم أو بتظهر في الوقت ده بالذات فأنا براهن شخصية نادي الأهلي ولعبة نادي الأهلي عندها خبرات فريق سان داونز بالنسبة لهم بقى خلاص يعني زي ما قلت سأنا مقرر كده كل الموسى فأعتقد أن هما خلاص بقدروا يلعبوا مع فريق سانداونز محتاجين بس أن احنا نضيق المسحات لأن هما فريق ما ينفعش تديهم مسحات خالص بيلعبوا على أخطاء المنافس بطريقة غريبة وده شفناه حتى في مباراة الكتن الكاميروني فأعتقد أن سانداونز أو النادي الأهلي لو قدر يجيب هدف زي ما أنت قلت يا أحمد بدري بدري جداً هيفرق معنا جداً